وفق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة معالي سيد أحمد بن إبراهيم راشد الملّى رئيس المجلس على تعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتمت إحالته إلى الحكومة الموقرة فيما أدخل تعديلا على قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين كان أبرز ما استهلت به جلسة النواب أعماله وبند الأسئلة حيث تقدم سادة النواب بثلاثة أسئلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمحورت في مجملية حول تصريح العمل والتراخيص المؤسسات الخيرية ونسبة البحرن في الشركات الخاصة نحن نطالب إعادة النظر في أن تعفى الجمعيات الخيرية من تراخيص جمع المال لأنها أسست أساسا لجمع وصرف المال على الأسر المتعففة عندما نتكلم عن موضوع تصريح جمع المال وأن يكون طلب لمدة سنة متكاملة هذا يعني تعطيل لعمل هذه الجمعيات اليوم المجلس ناقش موضوع التسهيلات الممنوحة للجمعيات الخيرية في مجال جمع المال والعمل الخيري وبينا في ضوء توجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتيسير وتسهيل عمل هذه الجمعيات الخيرية العمل الخيري ركن أساسي من أركان التنمية في البحرين شريطة أن يلتزم بالضوابط والأصول والإجراءات القانونية التي تكفل عدم إساءة جمع المال أو استخدامها بوسائل غير قانونية أو غير مشروعة أو في إطار الغرض التي تم جمعها من أجله المجلس وافق من حيث المبدأ على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص تعديل قانون المرور وتمت إحالته إلى مجلس الشورى اللجنة رفضت هذا المقترح لتحقيقه على أرض الواقع نحن عندنا قانون العقوبات يشمل هذا المقترح وعندنا قانون المرور يشمل هذا المقترح وقانون أيضا الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات يشمل هذا المقترح ما المفروض أنني أنا أعدل أي سلوك أو كل سلوك بقرامة أو بعقوبة أو بحبس هذا وعي هذا وعي ثقافي ذاتي هذا وعي مروري أنا أهيب بإدارة المرور بزيادة التثقيف المروري لأسادة المواطنين بتجنب أماكن الحوادث وفي بند الاقتراحات بقوانين وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشجيعية والقانونية بشأن تعديل المادة ثلاثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتمت إحالته إلى الحكومة في حين أدخل النواب تعديلا على قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتمت إحالته لمجلس الشورى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر